صحيفة المنتخب المغربية قالت ان نادي باريس سان جرمان ان فرنسي قدم عرض او يعني عرضه الاول ما انتو عارفين العروض بيطروح وتيجي ويساعد بيقى فيه عرض تاني وتالت في بعض الاحيان على حسب مدى اصرار النادي على ضم لاعب بعينه فالعرض الاول وصل لمحاولة ضم نجم خط وسط وسود الاطلس سوفيان برابط من نادي فيرونتينا الايطالي ويقدم عرض قيمته 25 مليون يورو لضم امرابط اللي الحقيقة تقلق بشكل لافت الانظار مع المنتخب المغربي في النهائيات كأس العالم الماضية بالمناسبة هو عنده 26 سنة وحسب التحديث الاخير لموقع ترانسفير ماركت القيمة السوقية للنجم المغربي وصلت بعد ما تقلق في كأس العالم ل25 مليون يورو بعد ما كانت في حدود 10 مليون يورو في نوفمبر الماضي فبصوا حضراتكم كأس العالم بيبقى فرصة عظيمة الى اي درجة لاي لعب انه ينزل ياكل النجيل بالمعنى الحرفي للكلمة ويعمل اقصى ما يمكن عمله مش بس حبا في بلاده وفي منتخب بلده كمان حبا لنفسه لانه عارف كويس جدا ان انظار العالم كله بتتجه الى كأس العالم اي حد بينور بينور عالميا اللي ما كانش محسوس بوجوده قوي قبل كده ويعمل شغل ممتاز في كأس العالم العالم كله بيتكلم عنه ومش بس كده يعني اكبر قنديت العالم بتحاول انها تضم هذا اللاعب زي ما احنا كنا نتكلم على اخونا المغربي موسيقى